حل الربيع وازدانت الدنيا بالخضرة اليانعة وبالألوان الزاهية فخرجوا أهالي لواء بني كنانا من منازلهم يبحثون عن الدفء في المنطقة المطلة على نهر اليرموك المكان جميل وباديع ولم يتوقف التنزه فيه على أهالي المنطقة بل وصله مواطنون من مناطق مختلفة استمتعوا بالشمس الصاطعة وتنسموا عبق الأرض اقتناولوا طعام الغداء وشربوا الشاي وغنوا وطربوا ولعب الأطفال لكنهم وهم في نشوة السعادة لم ينسوا أن المكان ينقصه متطلبات عديدة ليتحول إلى مقصد دائم لهم منطقة هاي منطقة سياحية معروفة على مستوى اللوى تقريبا وهي المتنفس تقريبا الوحيد لبلدة سمر الكفارات قريد سمر الكفارات والقرى المجاورة إلها بس البلدة شوي فيها شوي تنواقص يعني صراحة من خلال الحاويات يعني في مشاكل عنا لهو المنطقة هاي هاي المنطقة هاي عبارة عن نقابة المزارع للزراعة والمنطقة هاي لسمر وفي عاملين على الطريق عبارة عن شيك وهذا الشيك ممنوع حدا يدخلو نهائيا يعني احنا هاي المنطقة ممنوع يدخلها نهائيا احنا جايين من مدينة إربد سكان الحي الشرقي يجينا على هاي المنطقة اعتقد اسمها جليجلك منطقة هادي ورائعة جدا يعني ونظيفة شجر فيها جميل لكن ناقصة شوية خدمات مدرية السياحة في محافظة إربد تخطط كما تقول لتوفير ما يلزم المنطقة من احتياجات ومتطلبات شعلة اليارموك هذا الموقع الذي قامت فيه وزارة السياحة والأثار فنرام اليارموك تخليدا لمعركة اليارموك الخالدة نعمل كوزارة السياحة وآثار ممثلة في سياحة محافظة إربد على تنفيذ الأيام البيئية داخل هذا الموقع للمحافظة على نظافة المواقع السياحية ومحافظة على منتجاتنا السياحية المميزة بالتعاون مع بلدية الشعلة سنقوم بتنفيذ أيام بيئية داخل هذا الموقع للمحافظة عليه وضمن خطتنا أيضا نعمل على تزويد هذه المواقع السياحية الطبيعية بحاويات للنفايات شعلة اليارموك مكان جميل يخرج في الربيع أبدع ما لديه يفرد ذراعيه للمتنزهين والساعين إلى الطبيعة البكر والماء والخضراء فهل الآن الوقت لمزيد من الاهتمام بهذا المكان البديع؟ ترجمة نانسي قنقر